ماما سعاد ماما سعاد من بغداد من تحت نصب انقاذ العراق كلنا نحيي قناة ماما سعاد ماما سعاد حبايبي اليوم نبدي بلقياتنا اليوم طالعة ويا ابو انس وانس وفيرو ونورة تدرون بيها بعدها بنيويورك مسافرة حبيبتي مكاننا نصر الدين نصر الدين الجاف صدوك يبطل عينها شوي واسبعة كم قلعتها بالكاميرا لعد نعيدها لازميها اداني ساقلبها نعيش قد عيب يوم ثهر طلعتاني ماعرف فلزم التليفون ايو رجعي شو رجعي هاي الواحد قل لي ماما رجعيني ورا حتى الطلعين حلوة خطيئة يوم مو حلواني مدى يجرعوني عاد هيت شي منا روح يجرعوني مو خشمك عراقي ايه خشمنا ها هي هذا احنا العراقيين مو مثل ذولة يوم سبحانك ربي هم سوى حلقهم هل قدوا تصدق من يقولوا الحلق له زاية الخشم مدري شنو هل قدوا تخشونهم ايه هسا ما علينا هل قدوا تصدق من خشم الشبير مثال يوم تسكت يحل يروح يحل يروح تنام الليل ايه غطي ايه زياد نبتدي الفلوكياتنا يا بحايل هذا الحيطش حلو هاي يومها ستشة ستشة طويلة وعدني انا سيوديني الميشيقين بلا تطعب هذا المترو هذا المترو هذا المترو الجديد والله يخربوا والله يحصل السحي يكمل ايه هاي هذا الجسر الجبير ايه هاي 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 كل البنائة هنا الناس سموا بارك ان رايت اه تطبق الناس تصعب بالقطار بالقطار لو بلغ الشي اسمه بالقطار لو بالمترو بالمترو ايو هاي الستشة خليك كبر الهميال حبايبنه يلا حتى ندشنه هذا بعدها مو دا يبنون به هاي بعدها مكمل اه باوع العلامة هاي اناس شنو هاي شمسدس ممنوع المسدس بالجامعة مره قلت وار وار وحده كلش يعني بالتعليقات الناس الثقفة ليش تقولين وار وار يابس انتوش عليكم احنا ريدنا حي تراثنا القديم هوايه هوايه يعني من جيل يعني وار وار مسدس وار وار يعني مسدس هذا البندقية يسموها طفقي يعني أنا جديد تاني يقول ايه هتش فرواه صحيح شاكم شكراً للمطعم كتل صارت الأخ كل هذه الناس قلت لا أطبخ كل هذه الناس قررت لا يطبخ وانتي طبخت لنا وانتي طبخت لنا أدري طبخة بس قلت نطلع ونأكل برا مناسبة مجموعين وسماء كيف تسمع نفس الفكرة يعني؟ نفس الفكرة وإنما هم هنا أحد من الفلوغيات طلعتها 24 ساعة عبيدهم هذا القلاس وجيس طالة عند الصح ايه القلاس والمطعم وصنة وخبت ذلك ومس من الأخبار كل واحدة كريشة دخيلة وصل للترفك وشعل القلاس والطب تأكل الهامبرغراية هاتخنها التضحكون عليها دوكليلتش أكل خضرة دوكليلتش أكل خضرة مو فقرة عاش يسعر لا لا مو والله يتعاجزون يا معود شنو ها يتعاجزون لشلعد السلعة من تشتريها لشوف اللفة أقل لفة بسبع دولارات لان تشتريها شكرا الأخوة هل ستعاجزون من مكدونان هل ستعاجزون من مفتاح Bunu بأيكم صدوك ام ستعاجزة قريبا فأتي جزيلا قريبا؟ قريبا فانتو أورلاندو أتقل من مقاوم بوضع الطب كريشتال ي Grunde هذا مقاوم تقل من جدا هذا مقاوم مقطع ما عدت قريبا فانتو موضع 12 كريشتال يجبوا لنا 12 لفه كل لفه كبره همبرغر و هاي اللفه بدولار قلت لزين شو سو بيهن 12 يقولوا انكرز بيهن بالطريق يا لابر هو هنال الاريدي الزواج هاي نصيحة اللي ياخذ الامريكية تطبخ لع الكتاب فهم دائما تشوف الكتب هنال عندهم مبيعة كريز قوية تطلق الكتاب تخليه بصف من طبخ ايلا تعنق طبخ شفتوا يومي اخذوا الفلوغيات مالتي قاموا بسولفون ها هم عودين زعمت اليوم ازموني دا نشوف هاي كل المطاعم قتل شو قصة شوفونا هاي القاعشينا وقاعد حطنا دا ندور على مطعم يعني اياس دا ندل بس وفيرو الا هذا بس هذا الوحيد من فران يا يابا انت رو على كيفك شفتوا اخيرا وصلنا في المطعم من بعد عناء طويل كيلومترات قطعنا طبعا بوفيه المطعم خايكولات وصلنا وصلنا قوي قوي باع المدينة سوية الغروب من بعد ما عانينا ورحنا للمطعم وسهمكم العافية ذكرتين بالمشن ذكرت بالمشن يعني أول ما نزل كانت المول يعني الدعايات تجينا مانو دعايات عربية وشنو المشن؟ ماشين يعرفوه ماشين لحد دلان موجود مثل ميرندة مثل تغطالة زجاج مثل بيبسي مثل كوكا فكانت شي يقولوني طلعاً الدعايات كانت هكو شاب قاعد على البحر هذا مبطوح على الشاط ويباوع على الموجات هذي وهذا واحد يطلع يحتي بس طبعاً كانت الدعايات مدبلجة كان هناك شاب فتيه يشرب يتطلع إلى أعماق البحر ويشرب زجاجة ميشن وفجأة ظهرت من بين الأمواج الصاخذة حورية رائعة فسألت الشاب ما الذي تحمله فأجاب الشاب إنه مشروب ميشن ميشن كاليفورنيا ويطلعوا يشرب هي الحورية تباوع باوعت عليها فقال لها باوعت عليها وذاتريجة تروح قالوا ترى ما الذي يبقيها إلى جانبه فقال لها هاتش ميشن شربت فتذوقت فدهشت واستدارت لتغيب قال ما الذي يبقيها؟ قالوا لك من وراء صندوق ميشن خلاق بالها كانت تحضلها وبطلت ما تذهب للبحر هاي يومية يعيدوها هاي يومية يعيدوها هاي بس مدبلجة تجينا دعايات أجنبية هاياني بطفولتي أذكرها اللوخ كان خليل الرفاعي عرفوه أكثرهم المنجيلي كانت عم وخليل فهموا الصحة الصحة أكثر أحسن شي الصحة هاي اسمع كلام الدكتور متهني تعيشوا ومسرور قال لهم يعني شنو ش أسوي اسمع كلام قالوا له أشتري هذا الدهن شنو الدهن الراعي هو شون دهن إحجارة يعني يجي دهلة على القضب قالوا له أشتري بعض من هذا الدهن اسمع كلام الدكتور يعني شوف الدعايات شون كذابين